سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة ومرحبا بمشاهدينا على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى صفحة المرأة المسلمة في الفيسبوك انتم دلوقتي بتشاهدونا على الهواء مباشرة واحنا بنرحب بمكالماتكم وتلباط الصلاة طول البرنامج انتم عارفين ان احنا بنهتم جدا بتلباط الصلاة فارجو انكم دايما تشاركونا وتصلوا معنا يعني من خلال تلباطكم ومن خلال تلباط الاخرين كمان يا ريت ما ننساش ان احنا عندنا رقم تقدروا تتصلوا به على الواتساب اللي تقدروا تكلمونا من خلاله مجانا كمان تقدروا تسبولي رسائل مكتوبة على التليفون في الواتساب وانا برد عليها طوال الاسبوع او في خلال الاسبوع برد عليكم حلقة النهاردة بقى بعنوان قناة الحياة وبرج الشيطان اسم عجيب شوية لكن خليني اشرح لكم ليه في الفقرة الاولى في حلقة النهاردة حنتكلم عن يعني حيبقى اسمها كده كان يا مكان بين الواقع والخيال القصة بين الواقع والخيال الفقرة التانية حتكلم فيها عن ابطال الرواية وبرج الشيطان والفقرة التالتة حيبقى عنوانها انتم ابطال ام متفرجون النهاردة حلقتنا مختلفة بعض الشيء جزء كبير منها انا هحكيلكم فيه حكاية يمكن الاول تبدو انها بعيدة عنكم يعني حاجة غريبة انا بحكيلكم حكاية ليه وحكاية يعني زي حكاية الاطفال كده لكن في الحقيقة بعد شوية هتكتشفوا انها تخصكم بشكل قريب جدا مثالنا الاول في اللي هنقدمه النهاردة هو المسيح نفسه ففي الكتاب المقدس المسيح كان بيستخدم القصص لتعليم الناس والكتاب المقدس كله قصص فيها حياة ناس بتفاصيل كتيرة ساعاتي ممكن بتكون صعب ان احنا نسمعها او نقراها او نتكلم فيها لكن بتعلمنا العبرة من القصص مؤثرة جدا وبتبقى معانا تفضل نفكر يعني نتلمس اكتر بقصة انسان اكتر من ما ان احنا نكون بناخد محاضرة مثلا او وعظة ياريت تقفلوا لي الصوت لما نيجي نعلم اولادنا من الامور اللي احنا بنستخدمها بشكل هام جدا في المدارس او في البيوت او في علاقاتنا الخاصة والشخصية جدا مع اولادنا بدل ما بندي موعزة يعني بندي درس اعمق واكبر لما بنختار له قصة نحكيها له او نحكيها لا ولما بنقوله مثلا قصة عن نفسنا احنا عيشنا دا يا ابني فكانت النتيجة كذا تفتكر انت هيحصل معك ايه او يا بنتي وهكذا القصة جزء من حياتنا لو عايز تفاهم حد حاجة مثلا غير ما تكون مباشر تعمل ايه تستخدم قصة من غير ما تقوله كده في وشه الحقيقة لكن تستخدم قصة القصة هي مثال من واقع بعض الناس ممكن يؤثر على حياتك بشكل ايجابي او بشكل سلبي تعرفوا ان الابحاث بتقول انه 65% من حادثنا عموما الناس كلها معظم الناس حادثهم اليومية بتتكون من قصص شخصية او نميمة يعني قصص برضو يعني نقعد نتكلم عن نفسنا طول النهار او نحكي لبعض قصص عن نفسنا طول النهار والجزء التاني من 65% دول بننم على حد ونحكي قصة عنه مش كده لكن في اسم يسوع المؤمنين ما بيعملوش كده احنا مركز كلامنا ومركز احدثنا كلها لازم يكون شخص المسيح اوكي لكن لو انت بتعمل كده لازم تتوب دي الحقيقة الكتاب المقدس بيبتدي بقصة في البدء خلق الله السماوات والارض بيقول كده الكتاب انو الارض كانت الارض خربة وكانت خالية وعلى وجه الغمر ظلمة وكان روح الله بيرف على وجه المياه وبعدين قال الله ليكن نور فكان نور الله صور لنا صورة جميلة جدا بقصة اترسمت بايده علشان يشاركها مع الانسان الله كان عايز يشارك الفكرة من البداية مع الانسان مش يخبي عننا حقايق فنبقى مش عارفين هو انت خلقتنا ازاي وخلقتنا ليه انا بقى وعدكم ان الله عايز اديكم تفاصيل في حياتكم تخليكم تعرفوا عمق محبته ليكم مش يلففنا حولين نفسنا واحنا مش فاهمين انت تقصد ايه رب لا الله ما قصده واضحة في حياتنا خليني بقى احكي لكم الحكاية بتقول الحكاية كده كان يا مكان في ثالف العصر والاوان كان فيه ملك وملكة عايشين سعداء لكن ما كانش عندهم اولاد لحد ما الملكة قالت للملك في يوم انها حامل وعمت الفرحة والخبر السعيد على المملكة كلها سعادة وفرح في اصر الملك والمملكة كلها بالخبر السعيد ده لكن في يوم مردت الملكة والمرض كان شديد وكانت تقريبا بتموت فسمعوا ان فيه زهرة مصحورة لو اكلت منها حتشفى وتكون يعني صحتها كويسة هي والبيبي بعت الملك يدور على الزهرة دي في كل مكان والحراس فعلا لقوا الزهرة اللي كانت موجودة في جنينة ساحرة شريرة ولما الحراس اخدوا الزهرة غطبت الساحرة الشريرة جدا وقررت انها تنتقم لكن الملكة شفيت وخلفت بنتها الأميرة الجميلة بشعرها الدهبي الطويل بنوتا بيبي لسه جميلة خالص ولكن شعرها طويل قوي وكان من اثار الزهرة اللي اكلتها الملكة دي انه الأميرة اللي اسمها رابانزو عندها خاصية فيها حاجة ساحرة جدا في شعرها ده الساحرة كانت بتدور عليها الساحرة عرفت بميلاد الأميرة وخطفتها وحبستها في برج بعيد وعالي جدا ده مثل تصويري كده للبرج اللي اتحبست فيه الأميرة رابانزو الأب والأم حزنوا جدا وبعتوا الجنود علشان يبحثوا عن الأميرة في كل مكان ومن غير يأس وكل يوم وكانوا في كل سنة بيعملوا تقليد كده في عيد ميلاد الأميرة كان الملك والملكة والشعب كله يولعوا مصابيح من الورق ويطيروها في السماء علشان يمكن الأميرة تشوفها ويداير شدها لبيتها والأبوها ومملكتها أما الساحرة بقى فربت الأميرة على إنها أمها وأقنعتها إنها لو خرجت من البرج حتموت وكانت كل يوم بتزورها وتجيب لها احتياجاتها اليومية علشان تتأكد إنها مازالت محبوسة في البرج وتحت سيطرتها وتحت استخدامها وإنها ما تقدرش تعرف حاجة عن حقيقة حياتها وحقيقة نشقتها وملكها وأبوها الحقيقي وأمها الحقيقية طول النهار كانت الساحرة الشريرة تخلي رفانزل تشتغل وتعمل حاجات يعني تشغلها طول النهار في البرج لحد ما تتعب وتهلك وتنام وبعدين تقوم تاني يوم تعمل نفس الأعمال الأميرة ما كانتش بتشك في الساحرة لإنها علمتها إنها ما تشكش فيها وعلمتها إنها ما تفكرش في الأمر يعني كمان هي الساحرة دي كانت الإنسانة الوحيدة اللي بتشوفها والإنسانة الوحيدة اللي شفتها في حياتها لكن كان في حاجة واحدة الأميرة بتشوفها كل سنة في عيد ميلادها السماء بتتملي أنوار وتقف الأميرة في شباك البرج وتحلم إنها تشوف مصدر الأنوار دي ياريت نشوف الفيديو في يوم من الأيام ومع مرور السنين بدأت الأميرة تفهم إن الأنوار دي مخصوص عشانها لحد ما حصل حدث هام جدا في حياتها ده مش هتمثيلي تصويري من فيلم اللي اتعامل اللي اسمه رابانزل أو تانجل الأب والأم كل سنة بلا استثناء بيطلقوا المصابيح ومازالوا بيدوروا على بنته ودي كانت الحاجة الوحيدة اللي شافتها رابانزل ودعتها لإنها يبقى عندها أمل رجاء في حاجة برا الشباك ده برا السجن اللي هي عايشة فيه ده بتدعوها لإنها يكون عندها أمل في بكرة زي ما قلتلكم حصلت حاجة مهمة جدا في حياتها أنا هقف عند الحتة دي شوية وخليني قف كده وقول يعني هكمل لكم الحكاية بعد شوية بس انتوا دلوقتي بتسألوا هي ليه الأخت أماني عملت حكي لنا حكاية كده قصة خيالية من والد ديزني انتوا عارفين انه القصة دي مش قصة خيالية تعرفوا ان القصة دي قصة حقيقية الخيال في كثير من الأحيان مرتبط بواقع مهم في حياتنا أو في حياة الآخرين في قصة حصلت في القرن الثالث الميلادي قصة قديسة اسمها القديسة باربرا القديسة باربرا دي كانت بنت جميلة جدا وأبوها تاجر روماني غني لكن كان وثني وفي يوم قرر أبوها انه يحبسها في برج ويعزلها عن الناس لأنه ما كانش عايزها تعرف أو عايز انه المسيحيين يوصلوا لها فتتبع المسيح باربرا فضلت محبوسة سنين طويلة جدا في البرج ده وكل يوم كانوا بيوصلوا لها احتياجاتها اليومية من خلال سلة وحبل ثبت وحبل غسيل في القصة الأولينية كانت رابانزل بالدلدل شعرها الطويل طبعا ده الخيال في القصة لكن في القصة دي الحقيقية كان السبت والحبل ده مصدر لرزقها اليومي لأكلها وشربها لكنه كان مصدر لحاجة تانية كمان مهمة جدا في قصة القديسة باربرا في يوم من الأيام قدر شخص ما غير معروف في القصة انه يوصل لها الكتاب المقدس ومن خلاله أمنت باربرا بالمسيحة وهي الوحدها وهي قعدة الوحدها في البرج المخيف الرهيب المرعب اللي هي عايشة فيه ده أصبح المكان المخيف ده ومكان عزلتها أصبح مكان عبادتها ومتعتها بعلاقتها بالمسيح لكن بيحصل أنه أبوها بيعرف بالأمر وبياخدها من البرج للسجن ويعذبوها عذبات كتيرة جدا عشان تسيب المسيح لكنها بترفض من ضمن الألام اللي تقلمت بيها القديسة باربرا أنها يعني لما أبوها حطها في السجن حكموا عليها أنها تتعذب بتقطيع جسمها قطعوا أجزاء كتيرة من جسمها جلدوها بمخالب من حديد تقطع فيها جسمها بالكامل تحط عليها ملح على الجروحات بتاعتها دي علشان تترك المسيح لكن كانت بتعمل إيه كانت مازالت تبشر بالمسيح وتغفر للناس اللي كانوا بيقتلوها على فكرة القديسة دي هي إنسانة زيها زي ملايين من البشر اللي كانوا شهداء خلي ده في ذهنكم لأنه إحنا أنا مش بتكلم عن شخص أنا بتكلم عن مثل عن قصة حقيقية في القصة هنا قرر أبوها إنه يقتلها بإيده لأنها رفضت إنها تنكر المسيح فأخذ سيفه وضرب رقابتها وانتقلت القديسة باربرا للحياة الأبدية مع المسيح لكن في نفس اللحظة الله بيظهر غضبه أحيانا بشكل واضح وتحذيره للي بيكسر يعني قلبه وقلب المؤمنين أرعادت السماء وصعق أبوها بعمود من البرق ومات في الحال علشان كده في الصورة اللي احنا شايفينها دي عمود البرق ده اللي نازل على البرج اللي هو برج الشيطان اللي اتحبست فيه اللي استخدمه المسيح حتى وهي داخل البرج في القصة دي حاول الأب اللي باع نفسه للشيطان إنه يمنع بنته عن المسيح لكن عايز أقول لكم حاجة الأب السماوي واجد طريق لها علشان يعلن محبته وحقه وأصبحت القديسة باربرا واحدة من الشهداء اللي كانوا في الوقت ده ومثل يحتزى بيه النهاردة من العصر اللي فات إلى اليوم لأنها حطت ثقتها في المسيح حتى في وسط الألم الرهيب ففازت بالنصيب الصالح هي واحدة زي ما قلت لكم من ملايين البشر اللي في القديم والمنهم المعاصرين النهاردة بيقول الكتاب عنهم إنهم انتظروا وعدوا وهو الوعد اللي وعد بيه ربنا ووعدنا هو نفسه بالحياة الأبدية بيقول الكتاب كده إنه حيمسح الله كل دمع من عيونه وإنه الموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى كلها قد مضت عايزة أقف هنا وأقول حاجة إنه إحنا أما بنتكلم عن قديسين الزمن الماضي بننسى إنه النهاردة عندنا ناس بتتألم من أجل المسيح نفس الألم لو كان ليك حد مر بألام زي كده من أجل المسيح اعرف إنه اختار النصيب الصالح ولو كنت أنت أو أنت الآن بتمر بألام من أجل المسيح اعرف إن الله يجد لك طريق وإن الله يستخدم قصتك لمجد اسمه وإن الله يعينك في وسط الضيق وإن الله لا يعطيك تجربة لا تستطيع إنك تحتملها وإنك تستطيع إنك تلجأ لإله صالح في جزء من قصة القديسة باربرا بيقول بيقولوا كده إنه عروها علشان يعني تعير بإنها تعرض في الشارع لكن بيقول إنه إنه الناس شافوا حواليها سحابة بتغطيها أنا أؤمن إن إلهنا بيعمل حاجات زي كده في الماضي والآن أنا أؤمن بده اوعى لو كنت في تجربة قصية تشك إن الله يستطيع أن يعينك بإعجاز النهاردة عندنا الكنيسة بتتألم الكثير منها في مصر في نيجيريا في يعني في كل مكان عندنا قصة سيدة الكرم اللي عروها في الشارع لكن المسيح غطاها بمجده هي بنت الرب ما يقدروش يهينوا نفسها هما كانوا بيهينوا المسيح اللي فيها وهي احتملت من أجل المسيح خليني أرجع بقى لقصة الأميرة مرة تانية القصة يعني قصة الأميرة رابانزل ما انتهتش عند ده لقريت حركلي الشاشة من فرد وقفنا عنده الحدث يعني المهم اللي غير حياة رابانزل في شخص شاف حياتها في البرج واهتم بيها وعرف انه في يعني انه لازم يوصل للأميرة دي طلع البرج تسلق البرج ودخل اول ما رابانزل شافته الاميرة شافته خافت منه جدا وكانت مش مصدقة وخايفة انه يأذيها لكن هو كان بيقول لها انه الحياة الحقيقية برا البرج وانه الكلام اللي قالته لها السحرة دي انها لو خرجت من البرج هتموت وكل الكلام ده دي مش حقيقة وهما بيتكلموا قالتلو عن النور اللي هي بتشوفه فوعدها انه هيخدها علشان تشوف النور ده في مرة من المرات لو قبلت انها تخرج معها خرجت رابونزل من البرج فعلا بعد مشوار شافت النور بنفسها وقادها الامير ده لانها ترجع لابوها وامها الحقيقين وتكتشف انها اميرة وبنت مالك ومش عبدة للسحرة الشريرة كده خلصة القصة الخالية كده وقفت قصة رابونزل لكن النهار ده بقى انا عايز اتكلم عن قصة وقعية اخرى بتشبه القصة دي وهي قصة الاسلام والمسلمين تعالوا بقى نتعرف على ابطال القصة دي الاميرة في القصة دي بتمثل كل المسلمين اللي حبسهم وحبسني وحبسك الشيطان في برج الاسلام بتعليمه الشيطان حبسنا جميعا في التعليم الاسلامي في خانة نقدر يعني نقول ان احنا كنا محطوطين في علبة في تعليم داعشية شريرة رجعية مرعبة كل دا كنا محصورين فيه في برج الشيطان البرج دا عمل لنا عزلة العزلة الاسلامية الفكرية والثقافية والحضرية بيقى تصل بنا عمل انفصال تام عن معرفة القداسة الحقيقية ومصدرها الوحيد الله القدوس السحرة الشريرة في القصة هي الشيطان اول حاجة يعزلنا الشيطان عنها هي معرفة كلمة الله نعايز اديكم مثل هنا العزلة اللي كانت فيها السعودية من القرن السادس ولا السابع الى اليوم كانت نتائجها ايه لو بصينا على حياة السعوديين عندهم اموال الدنيا كلها ولكن يعني الى ان اكتشفوا البترول ما كانش فيه يعني اي تقدم ولا تحضر في حياتهم لانهم كانوا ملتزمين بالتعليم الاسلامي كل اموال الدنيا ما غيرتش حاجة لانهم كانوا ملتزمين بالتعليم الاسلامي المنغلق صدروا لنا الوهابية للعالم كله لانهم ملتزمين بالعالم الاسلامي لو بصينا على الامور الداخلية اللي كانت بتحصل جوه البلد منعوا البنت والبنات والاولاد ان هم يختلطوا أو يجتمعوا أو يعني يدخلوا مدارس مختلطة أو جامعات مختلطة أو كلام من ده حصل إيه حصل حالات من الشزوز والاعتداءات والتطرف الجنسي بشكل غير عادي لأنه مش من الطبيعي أنه الإنسان يعيش موحود ويعيش بدون أنه يتعامل مع بقية البشر ده حتى في وسط العيلة الواحدة بقوا يفصلوا لأنه ده محرم وده مش محرم ده يحل وده ما يحلش ده يجوز وده ما يجوزش سيطرة الشيوخ يعني المفتي بقى في إيده كل حاجة زمام كل حاجة في السعودية النهاردة بقى الأمر اتغير الانفتاح بقى على مصرعية ده حيكون له نتائج كويسة وهيكون له نتائج صعبة لأنه يعني اللي ما شافش وفجأة الدنيا كلها تتفتح قدامه كده ساعات ممكن يعني يغلط لكن النهاردة أنا شفت حاجة ادتني أمل كده بيقولوا أنه في السعودية دلوقتي هيدخلوا الموسيقى وهيدخلوا الفنون في التعليم في المدارس للأطفال أسعدني جدا ده لأنه الإبداع والفن شيء من يعني طبيعة الله الله مبدع في كل شيء الله عايزنا نستخدم كل القدرات اللي هو الده لنا يعني الرسام ده بيرسم إزاي اللي بيقلف الموسيقى بيقلف موسيقى دي موهبة من الله دي حاسة فنية ده إحساس مرهف يقود الإنسان أنه يستخدمه في الخير وفي الجمال وفي الإبداع النهاردة أقدر أقول أنه هيكون فيه جيل جديد برّ العزلة اللي كانت مع زولاها السعودية وأبناء السعودية هيكون فيه جيل جديد هيبقى عنده فرصة للمعرفة ومن فرصة المعرفة دي هيبقى عندهم فرصة لأنهم يختاروا ولأنهم يعرفوا الله الحقيقي ده الداني أمل النهاردة دي بشارة كويسة أول حاجة الشيطان عايز يعملها في حياتنا أنه يعزلنا عن معرفة كلمة الله الكتاب المقدس في الكتاب المقدس يعني هو النور اللي نور حياتي وحياة كل العابرين في رسالة تيموساوس التانية كده بيقول أنه بيقول كده ونعلم وتعلم أنك منذ حداثة سنك تعرف الكتب المقدسة وهي القادرة أن تجعلك حكيما لبلوغ الخلاص عن طريق الإيمان في المسيح يسوع لأن الكتاب بكل ما فيه قد أوحى به الله وهو مفيد للتعليم والتوبيخ والتقويم وتهزيب الإنسان في البر لكي يجعل إنسان الله مؤهلا تأهيلا كاملا ومجهزا لكل عمل صالح الكتاب المقدس من أول أهداف الشيطان إنه يضرب فيها ليه؟ لأنه فيها كلمة الله الحية لأنه رسالة الله للإنسان لأنه صوت الله للإنسان لأنه قصة الله للإنسان خليني أخذ مكلمة معنا أخ من العراق أهلا بيك مرحبا سلام المسيح معك أهلا بيك أخوي سلام مسيح رب بارك حياتك أنا عراقي في الأردن حكيت معك قبل فترة أنا وزوجتي من دون مسميات ياس أنا فاك أي أهلا بيك أخو نتفضل نشكر الرب رب بارك حياتك أنا بس أحكي كلمة للجميع للجميع الأخوة المسلمين نعم يا ريت أنا زالما كنت مسلم عابر للمسيح على نور المسيح طلعت من الظلمات للنور المسيح أتمنى من جميع المسلمين يعرفون الرب يسوع المسيح هو المخلص الرب يسوع المسيح هو لي فدانع على الصليب فدأ بروحوا على الصليب عشاننا أتمنى يعرفون يعرفوا يعرفوا يسوع المسيح يعرفوا كيف هو الرب المخلص أتمنى من الجميع أن يتركوا كل الأوثان اللي يعبدوها يتركوا كل شيء يعرفون الكلام الصح اللي بالإنجيل إزاي الله غير حياتك أخونا قل إنت إزاي الله بصورة شخصية غير حياتك أنا أنا كيف غير حياتي أنا رح حكي لك كيف أنا أنا فقدت أهلي بالعراق فقدت أهلي بالعراق من أثر من بعد سوالة طائفية آيوة الشغلة اللي رح حكي لش لهجة عراقية رح حكي لش لهجة عراقية تفضل أنا فقدت أهلي فقدت أهلي من سوالة بدينية وطائفية هذا السن وهذا الشعي آيوة الشغلة الشغلة الثانية من بعد ما سافرت من العراق للأردن صرت أبحث ليش السن يكره الشعي من أي ناحية ليش أنه الشيعي يكره السنة وسنة يكره الشيعي بمبادئ هذا يعبد علي وهذا يعبد عمر وهذا يعبد نوري المهم بخلص الكلام دخل داعش داعش أثبت للجميع أنه يطبق السيرة النبوية للمحمد الكذاب الشغلة الثانية أحب أحكي شيئاها أنه من بعد القتل والذبح قلت هل أنه الله خلقنا ربنا خلقنا حتى أنه يقتلنا أنه ميريد هذا خلق كل الأديان أنه خلق كل الأديان حتى يذبح بعض مستحيل فظليت أبحث وأشوف أنه هل الإسلام صح أم في ديانة غلط أو الحد أو يعني وصلت للحد بالأخير ظليت أتبع الأخوة الإنجيلية ظليتني أتبع الأخوة الإنجيلية وظليت أقرأ قبل كل شيء الإنجيل ظليت أقرأ بالإنجيل وأتابع وأشوف الفرق بين محمد أقرأ بالمحمد أنه شلون أخذ مرت أبنة زيد وأخذها أنه اززوجها وشلون بالآية هاي بالآية بالقرآن وشلون أنه المخلص اللي هو الرب يسوع المسيح اللي انطى محبة فدروح عشان أعطى نفسه من أجلك ومن أجلنا من أكيد 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 يغطينا يا شلون مسيح الدم إن شاء الله إنه الجميع آمين طب أنا قبل ما تقفل أنا عايز أقول لك حاجة أنه اللي أنت بتقوله ده دلوقتي هي يعني النقطة اللي أنا بتكلم فيها أنه الكتاب المقدس له ثمار في حياة المؤمنين وإثمار دي هي إنك فهمت عمل الله في حياتك فأنت تبتدي تعيش إرادة الله في حياتك فأنا سعيدة بيك وبزوجتك وعمل الرب في وسطكم وحكون دايما على اتصال بيكم وقبل ما سيبك عايز أكت تصلي صلاة قصيرة لإخواتنا المسلمين أنت طالب علشان تديهم رسالة عايز أكت تصلي صلاة من أجلهم تفضل آمين 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 يا رب يا قدوس أريد منك أن تغطي تفتح عيون كل مسلم من أجل نورة يا رب يا قدوس يا مسيح يا رب أتمنى تفتح عيون جميع المسلمين وتخلي أبصارهم مفتوحة يا رب باسم الرب يسوع المسيح أن ترفع كل غشاء عنهم وتبين الحقيقة وتبين يا رب أنه أنت الرب المخلص باسم الرب يسوع المسيح آمين وأن يا رب أصلي صلاة خاصة يا رب من أجل القمع والذبح الآن الموجود على الأراضي العراقية باسم الرب يسوع أن تكف كل دماء تفكت من أجلك يا رب هذا الأولادك يا رب أتمنى أنه تغطيهم وبدمك باسم الرب يسوع المسيح أنا أشعر جلدي طبعا آمين أشعر جلدي من الكلام يقعد أحكي باسم الرب يسوع المسيح يحمينا ويحمي الجميع آمين أشكرك أهوي كل المسلمين أشكرك وربي بركك وشكرا على شهدتك لعمل الرب أنا 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 بحكي بحكي لك بحب بحكي لك عن تجربة أنا من بعد ما سنتين وأنا في الكنيسة الإنجيلية زوجتي لحالها قالت وبرمضان كنا روح نعم أنت أنا بروح بحضر قالت لي برمضان بدي أحضر معك أنا في القداس القداس كانوا يفطروا والملد مسلم نعم مهدد أنا بالقتل عرفت كيف وأنا مهدد بالقتل من قبل أهل زوجتي نعم بالعراق يعني فيه هيك أنه إشي أنه واحد أنه غير دين صار بدهم يهددوه بالقتل عشان أنه الله ربنا الرب يسوع المسيح فتح بصير وتعرف أنه الرب يسوع هو المخلص صار بدهم يهددوه بالقتل يهددوني بالقتل أعرفت كيف إحنا لسه كنا منتكلم على ولسه حنكمل كلام في الموضوع ده أرجوه لناك تتابع لأنه اللي بيحصل ده على فكرة ده طبيعي ده دي حاجات حنمر بيها كعابرين بنتهدد بنقتل بنطارد ولكن من أجل المسيح ده جزء من الدعوة وأحب أحكي لك أخوة أماني قطعا حديثك أنا تعمدت في الأراضي المسلمة تعمدت هون هاللهي ثلاثة وعشرين آمين ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين عشرة تعمدنا أنا وزوجتي في الأراضي المسلمة ربنا يبرككم ويستخدمكم وألف مبروك المعمودية ونعمة الرب خليني يصلي خليني يصلي من أجلكم لازم تكملوا كمان خليني يصلي من أجلكم يا رب احنا بنشكرك على أنك تعزم العمل في وسطنا يا رب نعم اليوم بنشوف أنه في في قلب الأراضي الإسلامية إخواتي بيأتوا لإعلان مجدك وبيتعمدوا بيتلمزوا بيسيروا حتى أنهم يكونوا شهادة ومنارة تقود لنورك الحقيقي يا رب وخلاص الكثيرين في اسم يا سوع أطلب حماية خاصة على العيلة دي يا رب في اسم يا سوع اوجد ليهم مخرج يا رب حرك كل الأمور ويوجد ليهم مخرج أطلب يا رب منك أنك ترسل مساعدات لهم الآن يا رب حماية خاصة وشخصية عليهم في اسم يا سوع لكل المجد أمين أخو يا رب يبركك وحبق على اتصال معاكم مع السلام طيب خليني أخذ الأخت نوها سلام المسيح معاك يا أخت نوها تفضلي أمين السلام ونعمة أخذ أماني أهلا بيك يا أخت تفضلي أنا أتابعك وذاك الجمعة فطيني ونصع أنقبر وبعدين يعني مش مشكلة يعني خلاص الوقت وانتسمع مش مشكلة أنا سماعيك نعم نعم الصراحة هذا يعني عراقي بسلي ولي أذلت الأربية سعبة هو وزوجته أولاده ما أعرف ببرك عليه وإن شاء الله هاي الدول أنا أزعجي ما يعزل يقول دول عربية هي كان الشرق الأوسط نعم جاد دير الإسلامي محمد سواها عربية وقلبها من الخبار إلى يباس والحروب وإن شاء الله قوة الرب يسوع ترسع مثل ما كانت قبل أمين أمين وإن شاء الله ترسع راية الصليب على كل العالم في الدول العربية هاي قول قلون دول العربية على أكثر ما لا أحد قلها في الشرق الأوسط وفي العالم كل لأنه قد يجيني مهما يعملوا ومهما يساو راية المسيح راح تنقصر شوفي ما هي هو المسيح رايته ترفع في كل مكان وهو يعني هو أم بالعمل خلاص لكن إحنا كأبناء بقى وبنات وتلاميذه المفروض إن إحنا نقوم بالدور وده حيكون الجزء الأخير من كلامي لكم النهاردة بصلي إن الرب يبركك وشكرا على متابعتك يا أختي الرب يبركك داي ما شه خليني أكمل بقى اللي كنت عايزة أقوله إنه الشيطان دايما بيحاول يضربنا في التشكيك في كلمة الله فنعايز أقولكم النهاردة أنا كنت لسه حقول عن الشهادة لكلمة الله لكن ربنا أدينا شهادة حية من شهادة أخويا اللي ربنا نور حياته بقراءة الكتاب المقدس ودراسة الكتاب المقدس والحياة حسب الكتاب المقدس الكتاب المقدس يعطي حياة مش كده مش حاجة سحرية لا لما أنت تقرر تعيشها لما أنت تقول إنه أنا يا رب عايز أعيش هذه الحياة المقدسة من خلالك المسلمين في برج الشيطان اللي هما عايشين فيه بيقولهم كده الشيطان إنه الكتاب ده اتحرف وإنه مش كلمة الله ولكن بلا دليل لإنه الدلائل على إنه هذا الكتاب يعني لا يمكن يكون إلا من يد الله إنه الكتاب المقدس كله فيه وحدة غير عادية وحدة الكتاب المقدس بيقول كده في مقال مكتوب هقرهه لكم علشان أقدر أقوله سريعا بعدين أخذ المكالمة دي بيقول كده إنه بالرغم من إنه بيحتوي على 66 جزء اتكتبت في 3 قرات بـ 3 لغات في مدة تقرب من 1500 سنة من خلال 40 كاتب من خلفيات متعددة إلا إن الكتاب المقدس مازال وحدة وحدة من البداية للنهاية بدون أي تناقضات الوحدة دي تميز الكتاب المقدس وتظهر إنه مصدر إلهي وإن روح الله استخدم أناس الله المختلفين لتدمير لتدوين كلمته الإلهية ليوصلها لنا لتعطينا حياة ده بس يعني شهادة وحدة عن الكتاب المقدس نبوآت الكتاب المقدس اللي تحققت تثبت إن الكتاب المقدس كلمة الله لكن تأثير الروحي عليك وعلي هو الأقوى وإحنا في البرج شغلنا الشيطان بصورة مشوهة عن الله الحقيقي عمل منتقم مجبار ولا يهتم بتنفيذ أوامر يعني إلا بإننا ننفذ أوامره الحرفية إيه أحسن حاجة تعملها لو كنت عايز تشغل حد تشغلهم بأعمال متولية متكررة تلغي عقلهم فيها رتابة زي كده الفروض الإسلامية علشان تشوش على أفكارهم علشان ذهنك يبقى مجغول بالدمدمات اللي بتدمدمها طول النهار لو قريت القرآن يبقى مش عارف يحصل لك إيه وتاخد كم حسنة فقرع عشان أخلص بقى نفسي أنا لسه عاعد أفكر تصلي بالطريقة دي وتقوم بالطريقة دي وتقعد بالطريقة دي وتقول هكذا وممكن الوضوط تلع غلط فترجع تعيد من الأول رتابة وفروض ويعني أشياء لا يحتملها العقل البشري اللي عايز يكون عنده وعي روحي حقيقي والقلب البشري اللي عايز يكون عنده وعي روحي حقيقي يا أخواتي إحنا جزء من الله الله خلقنا على صورته ومثال والله روح وعايز يطلاق معانا بالروح لكن الإسلام يبقيك في رتابة أعمال وفروض تربطك بالأرض بدراعك وهذا الإله يتكلم معك يقولك اعمل زي ما بقولك ما تفكرش اعمل زي ما بقولك يا القاعدة مش هزم تفهم في يعني فيديو محطوط على صفحة المرأة المسلمة متصلة بتتكلم مع الشيخ علي جمعة وبتسرخ وبتعيط وعندها حلة انهيار بتقوله كده بالحرف إلحق ولادنا دول عايزين يخليهم يبتدوا يفكروا العيال يبتدوا يفكروا اخرجوا قولوا لهم مايفكروش لأن العيال يبتدت تسأل أسئلة لأن الشباب يبتدوا يسألوا أسئلة لأن الظاهر من تمار الحياة الإسلامية داخل هذا البورج هو قمع وشر لكن يا حرام الست دي كانت مرعوبة أمام أنه عندها يعني عيالي هيبتدوا يفكروا طب أنا هعمل طب أنا هقف قدام ربنا إزاي ده هيبقى دلني ما هو كده الخوف والظلمة الظلام اللي داخل البرج الخوف أحد أدوات الشيطان وأحد أدواته الأساسية استخدمها محمد وظهرت في القرآن وظلمت حياتنا بقتامة صورة هذا الإله خليني أخذ مكالمة معنا الأخ عبد الله أبو عبد الله أنا أسف أبو عبد الله أرحبا سلام المسيح لك أختي الغالية سلام ونعم أخونا أهلا بيك تفضل سلام ونعم لكي وربي بارك خدمتك وبركة الموضوع الليلة الموضوع اليوم موضوع مهم يعني هو تكريم المرأة في الإسلام الإسلام لن يكرم المرأة أبدا لأن رسول الله رسول تزوج عائشة هو الموضوع يعني مش المرأة بس هو الموضوع هو أن الإسلام بيبقينا في خوف دايما من الله وعزلة عن العالم علشان ما نعرفش المسيح هذه الفكرة يعني صحيح يقول لا تسأل يهاجوا الذين آمنوا لا تسألوا عنك شاين شب لكم تسوقكم الطوار القرآن محرم الإنجيل محرم يعني لا تسأل أعبد ولا تسأل أخونا أبو عبدالله أنت عابر أنا عابر مطالب الآن في إفريقيا أنا هارد السعودية أمين الرب يعني يستخدمك ويعينك من العجيب مش حاجة عجيبة النهاردة حضرتك شهادة أخرى لأنه هناك ثمن يدفع لاتباع المسيح لكن حسألك يا أبو عبدالله لو كان لو كان ثمن راحتك أنك تنكر المسيح هل تنكر المسيح لا 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 أبدا أنا تركس أهلي وأولاد وعملي ومصدقائي وبلدي كل شيء من أجل محب في المسيح كل شيء تركس من أجل محب في المسيح لأن نذكور في الكتاب المقدس بل لم يعترف به قدام الناس لا يعترف به أمام الله نعم صحنا والكتاب المقدس نجز إحنا عارفين أنه حياتنا اللي على الأرض هي حياة بسيطة فترة بسيطة لكن قصيرة 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 الحياة الثانية بعث حياة البدية يعني أمين أبو عبدالله أمين أنت معك حد من عيلتك هل حد آمن حد من عيلتك لا لا زوجتي انتصلت عني بسبب أني تركت الإسلام يعني أني كذا خلينا خلينا نصلي مع بعض يا أبو عبدالله أنا قلبي أصلي لك يا رب أنا بشكرك من أجل كل شهادة قدمت لمجد اسمك الآن يا رب بنقول أنه الملوك والسلاطين تطرح تجنها أمامك يا رب فإحنا مش كتير أنه نلقي بكل ما لنا أمامك ونقول لك رب إحنا من أجلك نمات كل النهار وأنه أنت وحدك تستحق أنا برفع أمامك أخوي أبو عبدالله وكل أخ وأخت يعني يتألم اليوم بسبب إيمانهم برفعهم أمامك يا رب وبيسألك في اسم يسوع المسيح أنك تكون المعود وأنك تكون الممسك زي ما أنت بتقول رب أنا أنه أنت الممسك بيمينه فأنا بقول لك رب اليوم امسك بيمينه وعضده وقوده إلى طريق السلام في اسم يسوع وخدمتك الكاملة بنصلي من أجل زوجته ونسألك رب أنك تغفر لها وتقبلها وتعارفها وتجعلها تعرفك أيضا يا ربي في اسم يسوع أمين أمين أخونا أشكرك على مشاركك كتر خيرك أشكرك طيب النهاردة الحقيقة المكالمات أثرت علي أنا أكتر لكن عايز أقول أنه خوف الأميرة خلاها تفضل في البرج لكن النهاردة في ملايين الأمراء والأميرات اللي خرجوا من البرج إلى نور المسيح زي أبو عبد الله وزي أخونا من العراق وزوجته وعيلته وخدام قناة الحياة والملايين اللي في العالم كله في قصة القديسة باربرا الكتاب المقدس وصلها ولكن ما احناش عارفين مين اللي وصل لها الكتاب هو الله الله لا يترك أبنائه ولا نفسه بلا شاهد لكن في قصتنا النهاردة الله استخدم قناة الحياة بكل خدامها على مدى 15 سنة لإدخال رسالة النور يعني لكل مساجين الشيطان في البرج في برج الشيطان الأمير اللي بيمثل قناة الحياة وخدام الرب والقنوات الأخرى اللي الله استخدمها في إدخال كلمة المسيح لبيوتكم ولقلوبكم وتليفوناتكم وكل شيء الأمير ده ما هو إلا أداة مرسال علشان رسالة الأب الحقيقي توصل لك وتوصلي وترجعنا لحضن الأب الحقيقي النهاردة أنا مش بتكلم على أشخاصنا ولكن أنا بتكلم عن قلب الله هو من أهبر هو من أرسل هو من قدم الفداء ومات عنا جميعا وقام عشان يعطينا حياة لما بدأت قناة الحياة في إرسال رسالة خاصة واضحة مدروسة وجمع من بعدها قنوات كثيرة ودخل النور اللي فتح الباب ويعني للجميع إنهم يعرفوا المسيح فقى فيه فرصة إنك تعرف وتختار البرج خرج منه ناس كتير لكن فيه لسه ناس أمام قرارات تخرج ولا ما تخرجش تقبل ولا ما تقبلش ما هو يئمة إنك تكون بطل في القصة يئمة إنك تكون متفرج البطل الحقيقي في القصة هو المسيح وإحنا كل واحد مننا لدور يا أختاروا يا ما أختاروش بصوا أنا عايزة أوريكو الصورة الحقيقية لله الآن ربنا اللي أحبنا هو الراعي الصالح مفهوم المسلمين إن الله يعني هو اللي بيخلق الناس وما يهتمش بيهم يخلق شوية للنار ويخلق شوية للجنة ده مفهوم غير حقيقي ولا يمثل الله الحقيقي ولكنه يمثل الشيطان اللي عايز يهلك البشر لكن النهاردة عايزاكوا تركزوا على شخص الله الحقيقي وإيه الفرق الكبير اللي بينهم الله مثل نفسه في الكتاب المقدس بالراعي الصالح المسيح شخصي جدا بيعرف أولاده بالإسم بيعد شعور رأسهم وبيحتضنهم زي الأم يمثل نفسه كده بالأم الحنونة اللي إذا نسيت يعني رضعها هو لا ينسانا هو أحن حتى من الأم الحنونة كاتب أساميهم منقوشة على أديهم على كفه يقول كده إن اللي يمسك يمس حدقة عينه الكتاب بيقول كل الكلام ده ده أنا مش تأليفي ده كلمات الله اللي بيقولها حباً في أبنائه وحقيقة يجب أن نعلمها عن محبة الله ليك هل ده يعني إن اللي حصل للقديسة باربرا وملايين الشهداء وإخواننا اللي مطردين في العالم النهاردة هل ده لا يعني إن الله يعتني بنا طبعاً لا كتير منكم سمع قصتي وعرف وعرفته إنه أنا كمان مريت بألام واتهدات في حياتي لكن بصوا الله عمل إيه استخدمها كلها لمجد اسمه أعيشها مرة ومرات وألاف المرات من أجل المسيح لأنه زي ما الكتاب بيقول والقدسين في الكتاب بيقولوا لأنه من أجلك نمات كل النهار في الآخر هو المسيح وهو اللي إحنا عايزين نكون معاه علشان إخواتنا اللي ما يعرفوش كمان عنه حاجة يبقى ليهم فرصة المسيح بنفسه كالله الآب المحب بيذهب للبحث عن أولاده سواء إذا كانوا مخطفين زي الأميرة اللي خطفها الشيطان دي أو ضلوا الطريق اللي تخطفه زي الخروف خطفه زئب أو خروف ضل ضل الطريق المسيح يترك الكور الكل ويسعى لأنه يبعت رسائل وأنه يذهب بنفسه علشان نرجع ليه قصة الابن الضال الابن اللي ترك أبوه يعني يعني ابن الله وبيقوله لا أنا مش عايزك أنا هرح حتة تانية لكن الآب فضل منتظره ولما جه احتضنه ودخله وأعاده وأعطاه لو أنت النهاردة ابن ضال ارجع لأبوك ارجع للآب الحقيقي وعيش له المسيح أيضا كالله المحب القدوس القادر بكل هذه القدرة يقف على الباب يقولها أنا ده واقف على الباب وأقرع إن فتح أحد لي أدخل وأتعش معه وهو معي بس أنا مش هفتح الباب وأدخل من غير إرادتك أنا عايزك تعرفني كويس وتعرف قلبي ليك كويس المسيح بيسألك النهاردة أنت متفرج ولا بطل من أبطال القصة أنت عايز تقف أمام الله القدوس تعال للمسيح بس أعرف نفسك إخواتي المسلمين النهاردة دي رسالة لكم بصوا حواليكم في البرج اللي أنتو محبوسين فيه لو فيه ثمار للقداسة في حياتكم قادر تعتمد على نفسك عشان تكون إنسان كويس طب قولي يعني إيه إنسان كويس إزاي إلهك غيرك خليني اسألك تعرف حاجة عن الوصائل العشرة في الوصائل العشرة الله قالك حاجات معينة ما تجدبش ما تقتلش ما تسرقش لا تشتهي لا تزني ما تشتهيش حاجة غيرك لا تحسد لو سألتك على واحدة منها إنت بتجدب كل واحد مننا كده مسلم مسيحي على فكرة اسأل نفسك إنت بتجدب تعرف إنك بكسر وصية أمام الله أو من وصايا الله إنت بتكسر وصية ومن وصايا القدوس هتوقف قدامه إزاي تخيل نفسك كده النهاردة وإنت واقف قدام الله وبتقول له أنا كسرت الوصية بس رجعت وقلت لك سار يا رب أنا متأسف لا مش هتقدر لإن قداسة الله هتمنعك تماما إنك تقف أمامه لإنك مدان أمام الله بدون المسيح أنت مدان أمام الله قانون الله شيء وإنك تأتي إلى الله من خلال التوبة ونعمة المسيح من خلال نعمة المسيح وفقط المسيح جيه علشان يديلك فرصة إنك تتوب وإنك تعرف إنك محتاج له ودفع عنك تمن كل هذه الخطايا ما فيش حد ممكن يشيل عنك الخطايا اللي أنت بتقوم بيها إلا الله نفسه وده المسيح فالنهار ده بقولك توب أمام الله وأعرف إنك محتاج رحمته وأعرف إنه نعمة المسيح اللي مات من أجلك وقام من أجلك تغطيك وترفعك من الخطايا دي وتعينك بالروح القدس على السير أمامه بي التوبة يا أخواتي إنك تعني إنك لا تعود إلى ما كنت عليه بل إنك تعيش بالروح القدس اللي يبكتنا على كل الخطايا توب أمامه النهار ده وقول له يا رب علمني إزاي عيش معك رسالة لخدام الرب بقى أنا عايز أقول لكو الرسالة دي لكل واحد وواحدة منكم يعلم عنده مسئولية كلمة الرب أنت مسئول عن الكلمة بتوصل الكلمة وبتبشر بيها ولا لا بتخاف من مين بتخاف من من يقتلون الجسد ولا تخاف من الله اللي في يده كل شيء بس الرسالة الأهم اللي نفسي أقولها الخدام الرب النهار ده إحنا بنخدم اللي بنحبهم ولا بنحب اللي بنخدمهم كتير من خدام النهار ده الخدام الرب النهار ده خارجين في خدمة وخصوصا في حقل الخدمة للمسلمين من غير ما يعرفوا كيف يحبهم الله لو بتحب ربنا حقيقي حب اللي ربنا بيحبهم واخدم بتواضع أمام الله لأنه حييجي وقت الرب يقول لك بص كده على اللي عملته أقدر أقول لك نعم أيها العبد الصالح والأمين ولا لا أنت بس اللي تقدر تجاوب على الرسالة دي والرسالة دي لي أنا كمان رسالة سريعة للعابرين أنا عايز أقول لكم أنه بعضكم مازال جوه البورج زي باربرا بس عايش مع المسيح عايز أقول لك حاجة لو أنت لسه مش قادر تخرج من إطار البلد اللي أنت فيها أو العيلة اللي أنت فيها عايز أقول لك أنه الله هيستخدم الوقت ده في بنائك وبناء من حولك ثقف الله الذي تبعته مش كل عابر وعابرة عايز يقول لي أنا عايز أمارس حقي في العبادة ومش عارف إيه ما فيش حد أبدا أن يقدر يمنعك عن عبادتك للمسيح لكنك حتتحمل المسئولية وحتتحمل الألم لأن الله يعينك فيه ما تخافش الله لا يهملك ولا يتركك في أي وقت وإنت جوه وإنت بره والرسالة التانية للي خرجوا وتشتت انتباههم بالعالم عايز أقول لكم حاجة خطوة أن قبلت المسيح وبعدين انتباهك اتشتت بالعالم دي لا تعني أنك عايش حياة حقيقية للمسيح عايز أقول لك النهار ده لو العالم شتتك ارجع وتوب أمام الله وقول له يا رب علمني توبني يا رب فأتوب نبهني يا رب حتى أني أكون رسالة ومنارة كما أردت أنك تجعلني أنت مش إردتي أنا لإزاي أعيش في العالم رسالتي الأخيرة لكل من ليهم شركة الألم مع المسيح اللي بيتألموا اليوم مع المسيح القصة الحقيقية والقصة في الكتاب هي قصة محبة الله ليكم اللي عايزي شاركها معاك اليوم أنت مش شايل لوحدك حتى لو أنت فاكر أنك بتتألم لوحدك المسيح معاك ويرفعك ويقودك لو كانت قصتك هتنتهي في قصة شهادة زي القديسة باربرا فهي لمجد الله وإن كانت هتنتهي بقصة كرازة لملايين الناس فهي لمجد الله وفي الآخر أنت ابن الله تفعل ما يريد ويقيمك هو نفسي كل واحد وواحدة مننا النهاردة يقفوا أمام الله في بحث قلبي وشخصي جدا عن أنا واقف معاك فين يا رب بصلي من أجلكم وبصلي أن الله يقودكم في الخطوات القادمة وحب أسمع يعني تعليقاتكم على الحلقة دي واللي ربنا بيقودكم فيه في القادم في اسم يسوع أشكركم ترجمة نانسي قنقر